قبلت أسامة بن لادن شخصيا أعتقد أنك قابلته ثلاث مرات كيف تصف هذا الرجل وما مضمون الحديث الذي دار بينكما؟ الصورة النمطية الموجودة لأسامة بن لادن في العقلية العربية والعالمية هي صورته وهو يلبس عمامة بيضاء وبشت بيج يعني كان شكله لا يوحي تماما بأنه كان في وضع هروب أو في وضع خوف لكن أول مرة قابلته كان عندما رجع من السودان إلى أفغانستان في شهر سبعة ألف تسعمية ستة تسعين في بداية شهر ثمانية يعني بعد وصوله بحوالي أسبوعين كان هو يسأل في منطقة جلالباد إذا كان في هناك من الشباب من السعودية موجودين فكننا احنا تقريبا حوالي أربعة عشر واحد من السعودية موجودين في معسكر أبو روضة السوري وهو موجود في قرب من سد جلالباد فذهبنا لمقابلته كان هو يقيم في مجمع يونس خالص أحد قادة الجهات الأفغاني السابقين ممن لم يكن لهم دور في الحرب الهلية عندما وصلنا يعني باختصار شديد هو وأتباعه من تنظيم القاعدة الذين كانوا جاءوا من السودان معه كانوا باختصار شديد لاجئين يعني مثل ما ترين أنت لاجئين موجودين في الأردن أو في تركيا وغيرها أو لبنان نفس الشيء يعني أسامة بن لادن ما كان يلبس بيشت ولا عمامة ولا شيء كان لابس ثوب سعودي واضح أنه لم يتم يعني أنه يكون مكوية أو شيء مع ذلك كان يلبس شماغ عربي لكن أيضا كان وضع يعني ليس بالمرتب يعني وعندها أذكر كان جلسنا معه وتحدثنا معه وكان يتحدثه عن لماذا رجع من السودان إلى أفغانستان وهو يرى بأن رجوع من السودان إلى أفغانستان كان أمر رباني